عدد أسنان الشخص البالغ 32 بيتم ترتبهم في صف علوي وصف صفلي الصف العلوي يسمى Upper Arsh والصف الصفلي يسمى Lower Arsh كل صف بيحتوي على 16 سنة ودرس بيتم تقسيم الأسنان إلى 5 أنواع أول نوع هو Central Incisors دي القواطع المركزية وبعد كده Lateral Incisors اللي هم القواطع الطرفية وبعد كده فيه الكنينز اللي هم الأنياب وبعد كده الدروس اللي هي الطواحن بتنقسم إلى نوعين Pre-Mollars وMollars Central Incisors بيكون فيه Right و Left Right و Left Central Incisors وبعد كده بيبقى فيه Lateral Incisors Right و Left وبعد كده فيه الكنين أيضاً Right و Left أما الـ Pre-Mollars فبيبقى عندنا First Pre-Mollars و Second Pre-Mollars والمولars هم ثلاثة First و Second و Third نفس النظام للور أرش بيكون فيه Central Incisors Right و Left وفيه Lateral Incisors Right و Left وفيه كنينز وفيه كنينز Right و Left ويبقى عندنا First Pre-Mollars و Second Pre-Mollars والمولرز بيبقى فيه ثلاثة First و Second و Third First Pre-Mollars